مرحبا اعزائي متابعي قناة بالنبيعين العربية شرح اليوم عن الايفون وتحديدا كيف راح ناخد لقطة للشاشة اثناء تصوير فيديو قبل ما اديش راح لكم عن الطريقة طلب انه تشتركوا بالقناة فعلون الجرس لايك في الفيديو هاي كثير الطريقة يعرفوها لكن احنا نشرحها للناس المبتدئين في الايفون اللي ديتحولون من الاندرويد الى الايفون طبعا طريقة جدا سهلة وراح تصور باعلى دقة حتى نصور باعلى دقة اذا انت ما مخلي عدادات الكاميرا على دقة فراح نروح على الكاميرا وندخل على فيديو الان مثل ما تشاهدون بالاعلى راح تشاهد انت فيركة هذه هنا تقدر تحولها اجدي فيركة واهنا 30 راح نخلي 60 حتى يصير اعلى دقة بالتصوير طولي او عرضي هنا راح تشاهد انه اذا اخذنا تسجيل فيديو راح تشاهد هذه العلامة تمام هذه العلامة معناتها الان ناخد لقطة تمام مثل ما تشاهدون اخذنا لقطة وهنا ثالث لقطة وهكذا تقدر تاخد حتى لو كنت ايدك هنا على التصوير تقدر تروح على القفل وهنا تقدر تاخد لقطة فهذا الشي اللي موجود واذا رحنا على الستوديو دخلنا راح تشاهد هذه اللقطة وهذا التصوير وهذه اللقطة وهذا تصوير شون نعرف هذا هياته اتمنى فدتكم بهذه المعلومة البسيطة طلب لا تنسوني باشتراك ولايك وتفعيل الجرس فقط معلومة التسجيل دقة عالية راح ياخد مساحة جدا عالية في الستوديو فاللي ما عنده مساحة خلي يصوره باقل دقة حتى يزيد عنده المساحة بالايفون تحياتي مع الف سنة